أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ولبنان تربطهما رواب التاريخية داعيا إلى تشكيل حكومة إنقاذ لبنانية بعيدا عن مبدأ المحاصصة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لشكري عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وقد أتكدت لدولة الرئيس الحريري على دعم مصر الكامل لجهود تشكيل حكومة منسجمة وقدرة على تنفيذ مهمها الدقيقة والصعبة وبتاريخة غير تقليدية ومختلفة جزريا عن منطلق التعطيل والتجاذب السياسي باعتبار ذلك التاريخ الوحيد لنجاح حكومة المهمة وحصولها على الدعم المطلوب عربيا ودوليا واستعادة لبنان لموقعه الطبيعي في منارة عربية عزيزة على قلب كل مصري وعربي إن مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان وهذلك يقتضي إنهاء حالة الجمودة الراهنة وإطلاع كافة بمسؤولياتهم في تعزيز استقرار لبنان وإطلاع مؤسساته بمسؤولياتها كاملة انتجاه الشعب اللبناني الشقيق